الفنان الكبير أحمد صادق بدأ مشواره مع دراما تلفزيونية في بداية التمانينيات حيث شارك في عدد من الأعمال الدرامية زي مشاركته في أهلا بالسكان والأفلال ليبدأ مسيرة الدراما تلفزيونية اللي قدم من خلالها عشرات الأعمال الدرامية المتميزة مع كبار المخرجين وأيضا كبار النجوم من أهم المسلسلات اللي قدمها كان طبعا مسلسل سوق العصر واللي قدمه مع المخرج الراحل الكبير هاني إسماعيل والمؤلف الكبير محمد جلال عبدالقوي عام 2001 كما شارك أيضا في مسلسل الناس في كفر عسكر عام 2003 مع الراحل النادر جلال تعالوا مع بعض نشوف اللقاء كاميرا فلاش بالفنان الكبير أحمد صادق واللي هيكلمنا عن مسلسل سوق العصر وأيضا مسلسل كفر عسكر ونجح لحضراتكم مرة جديدة سوق العصر ده أنا كنت بدفع اشتراك النقابة وقابيني بسلس جلال عبدالقوي وبيشت فعل اشتراك فقال لي أنا ما أعمل مسلسل حبعته لك وعملنا المسلسل بنكتب عشر حلقات زيادة بدل تلاتين بأربعين ونزل مسلسل رمضان نزل بأحد رمضان وتقدر يتقولي إيه يا عرفة أنت حضرتك فيه حاجات نافحة بتاعت ربنا أنا ما ناش عارف لا سبب ولا المؤلف ولا المخرجة الله رحمه ولا الأبطال المسلسل نزل قصر الدنيا كل ما يتعرض دلوقتي يقصر الدنيا يمكن الكتابة بشكل جيد يمكن التمثيل بشكل جيد يمكن محاكاة المصريين المغازية معاناة المصريين اللي هم المغازية مع السلطة بشكل عام أو مع مش السلطة مع قهر البشر يعني فكان أيقونة يعني لا لا تفسير هو كل المسألة إن المصريين بيحبوا الفن المصريين بيحبوا الفن الجاي من عندي فيه مسلسل اتعرض برا تاني يوم رمضان تاني يوم رمضان اسم الناس في كفر عسكر كصر الدنيا كصر الدنيا منعوه عشان فيه نجمة قالت لا أنا أعرض في رمضان فعشان معانا ربنا يشفيه السعداني وربنا يرحمها دلعب عزيز فما كانوش اللهم الصبر استر بقول عليهم يعني ومع ذلك المسلسل الناس في كفر عسكر كصر الدنيا كصر الدنيا فهي المسألة المصريين محبين للفن المصريين أساسا عرف الفن زمانه قبل التلفزيون كان فيه راجل بيقعد في القهوة مسك رأوبا كده وبيعزف ويتكلم على بوزيد الهلالة وعزير سالم وهم يعودوا يسمعوه فمحبين للفن محبين للفن بشكل جيد جدا طب لسام كمعين كنمنا وكمان لقائنا بالفنين أحمد صادق واللي زي ما قلنا في التقرير اللي فات تقدم عدد من الأعمال الدرامية المتميزة زي مشاركته في مسلسل ليل الحلمية الجزء التاني وباوبة الحلواني وصور مجرى العيون ومن ذا الذي لا يحب فاطمة وأهلينة والمهم السلاح شارك أيضا في عدد من المسلسلات الدينية والتاريخية منها محمد رسول الله والقضاء في الإسلام أبو حنيفة النعمان وابن ماجة والفتح المبين شارك في رمضان 2020 في مسلسل الاختيار أيضا شارك في رمضان الماضي في مسلسل الملوش كبير شارك أيضا في مسرحية زوائي المدى اتعالوا مع بعض نكمل كلامنا بالفنين أحمد صادق واللي هيكلمنا مشاركته في مسلسل ليل الحلمية وكمان عن غيابه عن الدراما الدينية والتاريخية تعالوا نشوف اللقاء وارجعنا أنا حضرت بروف الترابيزة بسمان عب حافظ في ليل الحلمية الجزء الثاني وأنا لسه متخرج من المعهد وقاعد جنبي مين؟ أساطين الدراما في مصر وسامع كاش يقول له كده غلط لا كده صح كده أساطين الدراما بتاع الحلمية قاعدين وأنا قاعد معاه وليسه عين متخرج من بارح يعني دلوقتي فين دول؟ فين الترابيزة؟ طيب أقول لك على حال مش كان عندنا مسلسلات تاريخية محترمة طيب إحنا عملنا مسلسل تاريخي اسمه القضاء في الإسلام كويس؟ القضاء في الإسلام ده تصور في ستوديو كله في ستوديو دكور واحد اتباع لأكتر من مية وستين محطة لأنك انت بتطرح ما هو القضاء في الإسلام ما تكلفش وقتها بوقتها ما تكلفش مئة ألف جنيه مثلا متين ألف جنيه بالأجور بكل ده كان أطخن واحد بوبة 300 جنيه وربعمائة جنيه وهم بـ 300 جنيه كانوا فلوش وربعمائة جنيه كانوا فلوش ومع ذلك فين التاريخي؟ فين المسلسل التاريخي؟ فين اللغة العربية؟ ده انت لو سألت حد لغة العربية أقول لك لأن هم السبب وصلونا انت أقول لك على حاجة محمد رسول الله الجزء الأولاني اللي ألفه مين قرم النجار وقرم النجار مسيح مصري وكتب لا إله إلا الله الجزء الأولاني وحمد رسول الله والأظهر بعت قال له اللهم عايز الإسلام بكم عايز حاجة شايف اللي انصهر احنا وصلنا لمرحلة خلاص وحناوزين ناكل عيش عمل ليه أنا السنة اللي فاتت رفضت كم عمل لحد ما جال عمل كويس اسمه اللي مالوش كبير عملته اللي هو فيه شوية تمثيل على موضوع كويس وناس وعمل سلمه إنما حقود اعتذر لأنت تاريخك أنت تاريخك يا فنان إيه أنا يكفيني إن حد يقول لي إيه أنت فنان محترم أنت مش مبتزل فأعمل سوق العصر ناس كفر عصكر الرأس على سلال متحركة طرح البحر أعمل أبو حنيفة النعمان أعمل الأئمة أعمل الشيباني أعمل الإمام الليس مجموعة حاجات متنوعة وتنتهي بالمسلسل اللي أنا عملته السنة اللي فاتت اللي هو المالوش كبير والمصر حيلا بصدد النادوة بتاعتها اللي هي زوال مداء الأستاذ ناجيب محفوظ رحمة الله علي